طيب خلونا بقى حضرات نتعرف مع بعض على آخر الأخبار وآخر المستجدات في النادي الأهلي وفرق المختلفة وفروع المختلفة من خلال زمرتنا العزيزة نورهان طمان نورهان موجودة دلوقتي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وجهز عشان تعرفنا كل المستجدات صباح الفل عليك اتفضلي يا نورهان يا صباح الفل يا كريم صباح الفل على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان زي ما قلت احنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة بطلعكم دايما على أبرز أخبار الفرية الأول طبع لكرة القدم وباقي الأنشطة المختلفة والأجواء كمان في النادي يمكن في الصباح الباكر زي ما عودونا العاملين بالنادي باستقبلوا الأعضاء على أكمل وجه في الساعات الأولى يمكن مفيش لسه حتى الآن حضور بصورة كبيرة ولكن من المتوقع أنه يكون طبعا في حضور في منتصف اليوم النهاردة لمتابعة طبعا الافتتاح ومبارات الافتتاح في طبعا كأس العالم قطر عشرين اتنين وعشرين كمان خلينا نقول لكم أنه يمكن النهاردة تدريبات الفرية الأول لكرة القدم في راحة بعد طبعا ما أجريت أمس وعلى أن يعود اللاعبين مرة أخرى غدا يمكن مبارح كمان يمكن نفكركم أنه مستر كولر يعني كان بيشرف على عودة محمود بتولي مرة أخرى وبرنامج التأهيل للعب بعد تعرضه لإصابة في معسكر المنتخب كمان مستر كولر حرس حرس إنبارح أن هو يتواجد في طبعا مبارات الأهلي والزمالك موليد 2005 وأبدأ إعجابه جدا باللاعبين وبشخصية اللاعبين وأبدأ إعجابه بالمباراة اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدف دون رد في بطولة الجمهورية كمان خلينا نقولكم أن التدريب إن شاء الله بكرة هيكون الساعة عشرة بكامل نجمنا إن شاء الله طبعا في معادة طبعا علي معلول اللي بيشارك مع منتخب بلاده في المونديال وعودة أيضا لعبي منتخب مصر إن شاء الله للتدريبات غدا ومن كرة القدم للسلة اتحاد السلة أعلن أرعت كأس دوري مرتبط كرة السلة يمكن أمس والأصفرت على إنه النادي الأهلي إن شاء الله يواجه الاتحاد في نهائي البطولة يوم السلساء المقبل طبعا في الساعة السابعة والنصف على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر على أن تكون مباراة الإياب يوم الخميس أيضا في السابعة والنصف واستمرار لحديثنا عن البسكت يمكن طبعا بمبارك لسيدات النادي الأهلي بعد اكتساحهم لمدينة نصر 80 بنتيجة 8046 دمنوا منافسات الدور التمهيدي في بطولة الدوري بمبارك طبعا لسيدات الأهلي في الكرة السلة اللي دايما رفعين راسنا كمان خلينا نقول لكم أنه أو نروح من البسكت للكرة الطائرة وجريت أمس طبعا قرعة كأس مصر للكرة الطائرة رجال وسيدات ويمكن الرجال أصفرت القرعة عن مواجهة الجزيرة في دور الـ 32 بينما تأهل سيدات الكرة الطائرة مباشرة لدور الـ 16 ليواجهوا الفائز من الجياد وحدائي الأهرام إن شاء الله في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر للسيدات وأخيرا بقى طبعا نجمنا نجم نادي الأهلي في السكواش مصطفى عسل بيغادر بطولة سنغافورة المفتوحة للأسف بعد تعرضوا لإصابة في نصف نهائي البطولة مما اضطروا للانسحاب تمانينة بالشفاء العاجل لنجمنا ونجم نادي الأهلي مصطفى عسل دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر نادي في الجزيرة شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الستوديو منضم صوتنا صوتك أكيد في تمانياتنا لي بالشفاء العاجل واشكر الجزيل الشكر يا نرهان على هذه التغطية المتميزة كالعادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة